قال واحد من جمعيث العلماء قال علموا أولادكم كره فرنسا علموها كره فرنسا وعلموهم كره فرنسا كره فرنسا حتى يموتوا وهم يكرهون فرنسا وصح ما فيهمش الخير والطلابين الطلابين كي تزير التعليم لأن الطلابين جاو يطلبوا جاو يطلبوا الآن على بالك واحد واحد صحابة الذين تعظمون تلك البلادة الآن عنده ثلاثين ريكات تعال الوقود طيلة أسبوعين هم يتنفس سكت الجماعة يعودوا ما يعطيكش الغاز ولا ما يعطيكش الضو سكت وهذا الخزي ربي يضربوا على هؤلاء الخزي ربي يودر ننظر شوفهم الذين كنا بالأمس نسبحوا بحمدهم فرنسا تعال هي هاي قريفة وشبهك هذو كذلك هاي قدامك كش ما تعطيونا او معناش الغاز كش كهربات توري فريد فات او خلاص لنا الماظروط معناش ليصنص تمنون علينا بشي احنا مناش ملاح ديروا النيف ما تطلبوناش احنا مناش ملاح واحد المجرم سمعته انا يقول يقولهم هذو الجزائريين يحصلوا له مصرف هنا استعمرناهم قالوا بعد استعمارنا لهم هنا رديناهم عباد لقيناهم لقيناهم ومش عباد باستعمارنا لهم ولديناهم عباد قبل ما تجنتوهم احنا ما كانش عنا الامية قولوا يقولوا للتاريخ قبل ما يجيوهما احنا ما عناش الامية كي جوهما ولا تنسبة الامية الشعر قاما يقراش وما قاما تقراش وقليل ما نساء يعني كان الامر هكذا اتعلم ونجحوا والباخي هربوهم انفوهم قتلوهم شردوهم تشوف الخيرات تعبلادي هكذا تمر عليك كلش الى الباخرة اسمها اسمها لاروت مونطونيار قولوا لي قولوا لي شو ما حدها لاروت مونطونيار غنم يتلم في وسارة يتلم في وسارة في الشاحنات يهبط هنا يتصل قطعا قطعا للباخرة الى فرنسا لاروت مونطونيار غنم القروني الكبير كان في وسارة تعالغنم القمح 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 انتعه هنا والشاعي انتعه هنا الحلف الاطلسي يقدر يصبروا على البلاد هذا ومساكيهم طماعين دمويون انتهازيون مجرمون سفاكي الدماء وين القبر تعالعربي تبسي الشيخ الشيخ الامام الجليل وين قبره ذوبه في الزيت الله يرحمه ما عندهش قبر فرنسا اللي يبكي عليها اللي يندبع عليها ويبكي عليها فلان واش دماؤهم ايديهم لازالت ملطخة بدماء الابرياء يدهم يقولون ما نصاف حكش علاش يدك رهم عمره بدمي الابرياء حققت له كم العزل النساء الصغار اشتركوا في القناة